تمام البرنامج هذا أعطيكم إياه هذا الموجود من قبل هذا كيف يجب أن يختفي إيدي هذا الموجود من قبل هذا الموجود من قبل هذا الموجود من قبل هذا سأعطيكم إياه لكي تدرسوا عليه تفرجوا نستطيع أن نفتح على الـ ونستطيع أن نتفرج على 3D دعنا نبدأ المحاضرة ونرجع ونتفرج على الـ الـ دعنا نقوم بعمل نكبس ونقوم بعمل ونقوم بعمل كل الـ الـ لاحظوا الـ الـ عشان نقوم بعمل أحسن معي طيب بس تكرون الموبايلات طيب هاي 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 فهي عظمه ما إلها مباشر مع أى عظمه ثانية وبمتاز إنه في إلها هورن قرن القرن الصغير هادة تموه وفي عنا في عنا في عنا وفي عنا وفي عنا وفي عنا هذا منتصف هو تمام وهذا وعنده اسمه زي ما انتو شايفين في عنا في عنا في عنا وفي عنا وفي عنا الBody تمام طيب لننتفرج هذا بالضبط كيف شكله الHighoid بيمسكو طبعا في عنا هنا الLarynx لو ننتفرج على الLarynx و و طبعا هون الHighoid bone كيف بتكون على في Ligament في بكونوا في style Highoid ligament شايفين و بكون كيف ممسكو على على الLarynx طبعا مش مبيني هون مش مشكلة خلينا منيجي واحدة واحدة لأ طيب او هيا بالضبط هون كيف بتكون هادا الLarynx هون بكون في عنا thyroid membrane وكيف العضلات اللي بتكون ماسكة بالفك شايفين عضلات ماسكة بالفك رح ندرس هادول كلهم كيف بكون ال insertion على الورج وال insertion بكون من الbandable وعلى ال hyoid مثلا هاي العضلة اسمها genie hyoid من عند العظمة الدقن على hyoid bone مطلوب منا ندرس هون اللي هو المترجم هادا ارسرع احسن مترجم في العالم الفوري يان اوكي طيب زي ما شفنا وحكينا طبعا هون الhyoid bone مأيومة وفي عندي C1 اللي هي الاطلس والاطلس من ايميل الكابسول هون hide ونتخرج كيف الاطلس عملة articulation مع مين هاي الاطلس اللي هي C1 عملة articulation مع temporal bone هل تذكروا temporal bone هاي temporal bone هاي ايميل كل هاد عملة وحكينا في temporal bone هون في عندي condyle تذكروا هاي الاطعم هاي الفرام magnum وكان في عندي هون الكنضايل الكنضايل هون كونضايل هون كونضايل الحمد لله سوري يدرسوا زمان كيف بتكون اصغر حيبة بسبب انه بيكون ارفع والبضي وهو لازم يكون اقوى عشان يتحمل وزن اما لما نحكي عن فالعكس بيكون طلع على اكبر واحدة هي اول واحدة تمام على سي وان اللي اطلس اسمها زي ما انتو شايفين عنا الفوريمن كبيرة لانه اولها بيكون عريض وبصير لما ينزل كل ما ينزل تحت بصير ارفع فبصير الفوريمن اصغر شوف يعمل هون بيبي لون صحيح هذا بس وانت بتقرأ البيبي لون وانت بتقرأ بس تقدر تكبس على الماوس وعلى طول على الكلمة وعلى طول مباشرة بطلع عندك ترجمة الكلمة باي لغة بدك اياها هذا يعني من اقدم برامج الترجمة الفورية واسرع اشي طبعا احسن اشي طيب وفي عنا هون في عنا ترانسفير هدول ضروري جدا تعرفها في عنا ترانسفير هون هذا ترانسفير وفي يوفوريمن وهون ترانسفير بروسس وفي يوفوريمن هدول لابنا اياهم مستقبلا فوريمن هون فوريمن هون انا لطب لوفورتيبرا فقط هذا هو تمام طيب وهي وحنا حكينا انه بيعطيني حركة عال كندايل بما انه ا يعني نزل الراس وبرفع راس وعن طريق ايش السي وان اما السي تو شايف هي بلش اصغر يكون لاحظوا ولاحظوا هون كمان في عنا ايش فوريمن صح ترانسفير بروسس وفي عنا ايش طبعا وعنا هون الفوريمن بيكون اصغر طيب وحركات اللي بسموها اكسز سي تو اكسز نايا والاكسز بيخليني كل حركات المحورية للرأس انه يتحرك يمين وشمال وتحت وكل الحركات بسمحلها الاكسز يعني الحركة المحورية وحكينا عنا سي وان سي تو ثري فور فايف سكس سيفن تمام طيب اذن في عنا الاسكل وعنا الهيويد بون ما يومي هون وفي عنا سي وان تو سي سيفن خلينا رجع للسكل ونتفرج على الاسكل كويس حلنا نركز احنا حكينا في عنا فيسير طبعا البرنامج الجديد نزلته مبارح عشانكم وراح مش هذا نقضي رح ندرس عليه كمان نقضي حتى انه يعني اللي بحبي نزله طبعا نزلته في عنا رح ندرس نقدر ندرس عليه الهيد من كل مستق ندرس نفتح على الاسكل هنا سنقدر ندرس رح ماذا رح رح نرى لماذا مرتب هذا جمناع لكي نقدر ندرس طبعا اذا كثير كويس انك شوف التمبرال البون من كل المحاور وعلى طول بضل موجود عندك التمبرال البون و نقدر تقدر انه تقيم الابل اعتقد عليه في طريقة وينها اوكي مش قصة ماستقدر تقيم الابل عليه اوكي نقدر نشوف الناس سلايد حدا بقولك مش هندرس عليه خلص ندرس من هون ومن هون اوكي لانه من كنت بدأ احكير لكم عن النيورو كرينيام والفيزير كرينيام زي ما انتم شايفين هون النيورو كرينيام وهي الفيزير كرينيام او كرينيال بون و فيشال بون مرة الماضية حكينا درسنا عن النيورو كرينيام وحكينا عن الفيشال بون بس ما كمن الفيشال بون صورة صورة النيورو كرينيام بدون الفيسير كرينيام تمام هاي صورتها شايفين لما النيورو كرينيام تتذكروا بتو تيريغويت بروسيس هادولا زي رجلين الدبور هاي هم تيريغويت بروسيس موجودين فعنا بنرجع بنحكي شوي عن النيورو كرينيام لحال بنتفرج على الصور النيورو كرينيام حكينا في عنا الفرونطال بون زي ما انتو شايفين بعملي جزء من الروف أوف 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 هاد الفرونطال بون هي سنجل بون وفي عندي تو هيش برايتل بون هاي وحدة على التر ممتاز بنا نقدر نشوف العظمة كاملة ومن سوپيري ريفيو هو افضل ريفيو اللي انا ادر اشوف التو بون يعني ال بون في عنا رايت ولف برايتل بون وفي عنا هاد السيوچر اللي هو بكون كورونا السيوچر كيف كورونا حكينا كورونا السيوچر بيكون بين الفرونطال بون وال تو برايتل بون طيب وفي عندي من باستيري ريفيو باقدر اشوف ايش ال occipital bond occipital bond وبقدر اشوف ها كويس من ال inferior view اكبر باشوف افضل اشي بقدر اشوف ال occipital bond العظمة القذالية او القفاوية من ال inferior view of the skull وعنا هنا فورام magnum حكينا اكبر فتحة ومنزل منها وطبعا فيه اشياء تانية مننزل نروح ندرسها واحدة واحدة طيب حكيتنا الدكتور طيب هذا الكورونا بين الفرونتال والتو برايتال طيب هذا هذا السيوتر اللي هون شو اسمه حكينا سجتل جاي تقريبا في الميد سجتل صح سجتل سيوتر اسمه بين التو برايتال بونز طيب فيه عندنا كمان السيوتر هون هذا مهم اسمه لامدويد سيوتر لو نفتح اللامبا لامدا شو معناها كلمة لامدا هو زي رقم عدقين زمان او حرف لامدا اوكي مش هون طيب غريب اه سوري اه لامدا شايفين اللامدا هيك هذا حرف اوكي هذا اللامدا فشكل السيوتر نفس الشي شايفينه هيك وهيك وهيك هذا لامدا لامدا سيوتر لامدا سيوتر وهاي المنطقة التقاء السجتل يعني لامدا سيوتر هو السيوتر اللي بيكون بين الأوكسيبيتال بون والتو برايتال بون تمام برايتال بونز فهذا لامدا سيوتر هذا اوكي وهذا السجتل سيوتر اما هون بسموه لمدويد لانه لما السجتل يدخل على اللامدويد بيعملولي اشي اسمه لامدا لامدا هون اللي هو نفس الحرف زي ما شفتوا هيك 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 هاي منطقة لامدا والمنطقة التقاء السجتل مع الكورونا هاي بسموها بريغما بريغما هلا رح تكون في المحاضرة موجودة طيب وان فرونتال بون شايفين وعمل للروف of the orbit وعندي two parietal bones وعندي الoccipital bone من الباستيري ومن الانفير كويس بشوفها ها وفي عندي left temporal bone خلينا ايم بس هذا ال ايوه left temporal bone خلينا ايم كمان ومعدنا عمل multiple هاي 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 طيب اوكي left temporal وزي ما هاتو شايفين temporal bone في عنا هون فتحة اسمها external acoustic mitos مزبوط وعنا نعرف هنا في عندي البروزس هذا اسمه zygomatic على اسم zygoma zygomatic process اللي بتعمل لي الarch هذا arch zygomatic arch وهاي عظمة الزيقوما طيب الarch هذا بتكون من زي ما شرحنا بالمحاضرة من الزيقوماتيك process of temporal bone و temporal process of zygomatic bone وهذا درسنا وشرحنا كيف في عندي هون النفق السمعي الخارجي external أو external auditory auditory نفسها acoustic السمعي أو الصوتي تمام وحكينا temporal bone في عندي هون فوسة هذه الفوسة بقعد فيها ايش الكندايل of the mandible خلينا نعمل هاي دال mandible وهي شفنا الفوسة شايفين الفوسة هيا هاي واحدة هون واحدة على الشمال واحدة على اليمين هاي هاي الفوسة هاي بيقعد فيها الكندايل of the mandible مشان يعمل الجوينت temporal ممكن بالتيمبرال temporal mandibular joint تمام هاي الفوسة اسمها mandibular فوسة على اسم ايش على اسم المانديبل اللي راح تقعد في هاي الفوسة او اسمها كمان glenoid فوسة glenoid فوسة هون طبعا خلينا نشوف اذا الفوسة موجودة هون لما نتفرج على انا احيها طبعا اللي لونها احمر شايفينها شو اسمها شو اسمها هون شو اسمها هون شو اسمها هذا الماستو هذا الماستويد وقلنا وقلنا انه فيه قدامه بيكون فيه عندي كمان هون بروسس لما مسكنا الالم وقلنا ستايلس الالم تاع الايباد وقلنا اسمه ستايلس فهذا اسمه ستايلويد بروسس بين الماستويد بروسس والستايلويد بروسس لما نتفرج عندي من تحت ومين دياللي منلاقي هايها منلاقي في فتحة هون الفتحة هاي ايش انها ستايلو ماستويد مضبوط فورامن ستايلو ماستويد فورامن وهذا الفورامن اللي بيطلع منه الفيشال نيرف كرانيال نيرف نمبر سيفن وهذا الكرانيال نيرف هو اللي بيحرك العصب السابع اسمه facial nerve اللي بيحرك للعضلات التعبيرية للوجه muscles of facial expressions عندنا واحد على الشمال واحد على اليمين لو صار في قطع أي ضربة هون ممكن يعمل لي crush أو يعمل لي cut للنيرف ويصير في عندي شلل في نصف اللي هو راح يكون هون جهة الشمال نصف الأيسار من الوجه مزبوط لأنه في عندنا two temporal bone واحد هون وواحد bone ففي عندي two nerves ودائما cranial nerves بيجو تنين عندما نتطلع هون خلينا نقيم بس انسولين نقيم نقيم على هاد multi select نقيم هاي وهاي 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 نعمل hide وبقدر أشوف التمبرال هون كمان كويس فكمان مرة نرجع ونتفرج على التمبرال نقدر نتفرج على التمبرال بون ونعمل هذا في عندي هذا squamous part شايفين هذا الpart احنا هلا كله منفحص التمبرال بون من بره هذا السكويماس part يعني الصدفي او المحاري او القشري صدفي هاي الصدفين زي الصدف زي قشرة تمام هذا القشري هذا مستويد بروسس هذا ستايلويد بروسس هذا اكستيرنال اكوستيك ميتس هون التمبرال مانديبولار فوس بوعد هون المانديبول وحكينا بين الستايلويد بروسس هاي استايلويد استايلويد هاداك من الجهة التانية شايفينو هاي العض من الجهة التانية هون نعمين رايت تمبرال هون الليف تمبرال تمام فلما نطلع على الستايلون نقدر نطلع عليه من تحت كمان هاي منقدر نطلع على التمبرال طلع كيف من الانفيري ريفيو شايفين انفيري ريفيو بعدما امت المانديبول اللي هي بتقعد هون بقدر اشوف الرايت والليفت تمبرال يعني تمبرال بون بقدر اشوفه كويس من وين من اللاتيرال ريفيو وبقدر اشوف جزء كبير منه كمان من الانفيري ريفيو زي ما انتوا شايفين ومن الفيريفيو بقدر أشوف ستايلويد هاي ها الإبرة ستايلويد بروسس وبقدر أشوف الماستويد وبين الستايلويد هاي والماستويد بقدر أشوف الفوريمن هاي اللي هو كمان مرة بنحكي عنه ستايلو ماستويد فوريمن بطلع منه الفاشيال نير وين يا دكتور موجود الجلينويد فوسة أو المانديبولار فوسة هاي فتحة الدان anterior to it هاي ها الفتحة هاي anterior to it هنلونها هاي هاي الحمرة هاي جلينويد فوسة أو مانديبولار فوسة anterior to the external acoustic mitos مشان هيك أحيانا حكينا المفصل بيوجع لما يكون مرات في عنا وجع بالمفصل بنفكر إنه الدان هي اللي بتوجع طيب هذا بينه طبعا إحنا في عنا هذا extra cranial ما ممكن أشوف من جوه intracranial هاي cranial cavity مزبوط يعني لو بدأ إيم الparital bone هاي الparital bone بدأ إيم واحدة مثلا hide بقدر نشوف intracranial مزبوط هاي بسموها cranial cavity وحكينا وحكينا cranial cavity جوه ندل نشوف طبعا temporal bone هاي temporal bone طلعوا كيف من جوه بتبين شايفين كيف temporal bone نكون نبيني كمان ال intracranial ورح ندرسها كيف intracranial وفي عندي شغلة مهمة في ال intracranial لحد الآن بقدر أشوف كويس بقدر أشوف هاي الفتحة اللي هي external acoustic mitos في عندي external acoustic mitos او internal acoustic mitos العصب الخامس من وين بيطلع بيطلع من ثلاث أماكن مش وقته هلا رح ندرسه بتتذكره ما حكينا ال sphenoid bone ال sphenoid bone هاي زي الفراشة في عندي ثلاث أماكن رح يطلع منه النير اوكي من هون ومن هون ومن هون مش وقته هلا واحدة واحدة من ثلاث أماكن لأنه trigeminal ثلاثي بدو يطلع واحد دينين واحد من هون طلع واحد دينين ثلاث trigeminal طيب فعندنا هذا عندنا لما ندرس نيورو كرينيام النيورو كرينيام هي العضلات المحيطة في الايش في ال brain رح نتفرج عليها من برا من external و internal كل عضمة ال occipital رح ندرسها من برا ورح ندرسها من وين من جوة أوكي فهي نرجع للسقل طيب هذا بالنسبة لل نيورو كرينيام نرجع نحكي تكمل frontal two parietal occipital نعرف الماغنم وفيه عندي هون خلال فيه عندي هون خلينا نبلش نحرض أشياء جديدة occipital أنا بعرف أنه فيه فوريمن ماغنم وفيه عندي هون الكندايل مظبوط اللي بقعد عليه c1 هاي الكندايل وهاي الكندايل تحت الكندايل لورا posterior طرح شو معنا posterior هاي الكندايل وهاي posterior to it هاي الفتحة الصغيرة هاي posterior to the condyle على طول posterior to it في فتحة صغيرة هون يسمها إيش condyloid فوريمن على اسم الكندايل condyloid فوريمن يحفظوها من هلا وعند الكندايل of the temporal bone of the occipital bone وفيه فتحة على طول posterior to the condyle هون هون اسمها condyloid فوريمن طيب وفيه فتحة تانية وين بتكون طلعوا الفتحة التانية هاي بدك تفهمها كويس هون intracranial صح شايفين هاي الفتحة هاي الفتحة من هون هي هاي مش فتحة هي عشان فتحة طويلة بسموها canal hypoglossal canal طلعوا الكندايل من فوق من فوق الكندايل فيه عندي فتحة شايفين برين بكون جوه بجوه الماقنوم وبيطلع من برين ديش حكي من اي جزء بالظبط بطلع عصب من جوه من intracranial وبطلع للإكسترا cranial هاي طلعنا منه برا من هون نطلع اسمه hypoglossal nerve hypoglossal nerve فهذا اسمه hypoglossal canal في هاي قناة من هون لهون يعني في هيك خط من intracranial للإكسترا cranial من جوه الكرانيال كافيتي لأنه هاي جوه الكرانيال كفيديو من جوه بيطلع طب وين موجود على طول فوق الكندايل شايفين الكندايل فوقها من جوه هاي احنا شايفينه لما نحط هون مثلا سلك ندخل من هون سلك بطلع من هون اوكي بطلع من هون السلك وهذا بيكون عبارة عن نير هاي عنا واحد على الشمال ونفس الشي على اليمين مش هدا هدا كونديلويد هدا هاي بيمر منه من جوه بيطلع من هون lier بينزال nerf بروح على нcer شو بعمل بيحرك اللسان هاي وهو cranial nerve number 12 رقم اتناعش. اخر cranial nerve. واحنا منذكر انه اول cranial nerve كان اسمه ايش? اسمه olfactory nerve. اللي كان يطلع من وين? كان يواقف هون عند تاع الاثمويد بون صح? هاي الاثمويد بون بقعد هون في بصيلة هون بتقعد بصيلة لنعصب بقعد olfactory nerve ورقم واحد كان. قاعد هون مش هندخل على الانوز? على الاثمويد بون. شايفين الاثمويد بون? طبعا الاثمويد بون هذه بالزبط. هذه والآها 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 والثمويد بون. بالضبط كلها اثمويد بون. شايفين كيف شكل الاثمويد بون هلا يا جينها? بيبيين من الارbit من الويب Jed hac وبكيبين من هون. هه? وبكيبين من الانف صح? بيبين الو من outras من الروف من الناسل وبيبين من من الناس وبيبين شوية من من الانترا من الناس بيبين عندي الفتحات الصغار مثقبة مثقبة وهي كريب ريفور بلايت وهي كريستا قالي العرف الديكي هون بيقعد عصب اللي هو الفاكتوري العصب الشمي مشان يدخل ينزل على وين على هون مشان يقدر من الروف نزل كافتي في إبيثيليا اللي هناك خاصة الفاكتوري إبيثيليا مشان تتم عملية الشم حاسة الشم فهذا رقم واحد كنا نقول لما نرجع 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 بيصير رقم واحد تنين ثلاثة أربعة خمسة أمسا بصير آخر إشي كان عندي إيش هذا اللي هون اللي هو هذا الفتحة هاي اللي هي شو هي هاي الفتحة الهايبوغلوسال كانال شايفينها تفتح من هون خط فهذا رقم اطنعش فإحنا عرفنا رقم واحد وآخر أول واحد والفاكتوري وآخر واحد هايبوغلوسال يعني العصب بيمشي راح كله نشرحه بعدين العصب بيمشي هيك بيطلع بروح على لسان هون لسان مشان يحرك اللسان اسمه هايبوغلوسال غلوسال على لساني هايبو تحت لسان هايبوغلوسال كانال بيطلع منه هايبوغلوسال نيرف اللي هو cranial nerve number 12 رقم 12 طيب وين موجود الهايبوغلوسال كانال في التمبورال بون واضح طيب لحد الأمي كيف في التمبورال بون لا آسف الوكسيبيتال بون اوكسيبيتال سوري هاي التمبورال بون هون صح هاي التمبورال اوكسيبيتال بون موجود الماجنوم موجود كونديلويد فوريمين وموجود القناة من جوا لبره بيطلع الهايبوغلوسال كانال اللي بيطلع منه الهايبوغلوسال نير cranial nerve number 12 أنا بظلني بعيد وبكرر عشان تثبت المعلومة في رأسك طيب إذن نرجع كمان مرة ونحكي لوين وصلنا عندها عن هنا الfrontal bone Okey two parietal bone two one ушيبيتال bone two temporal bone هاي temporal وهاي temporal bone طيب شو ضل عندي ضل عندي الإثمoid bone تتذكر nogle الإثمويد وانا It prepared هون بيبين هاي التمبرال هاي فرونتل برايتل هاي هي الاثمويد بون الاثمويد بون قلنا الآلة في جناح هون وفي جناح هون وبيتبين من الورية بطلعوا كيف تاي لما بنعم سكة لها قلنا من جوه من جوه التم من جوه الكرينيال كابيتي هاي خلين نعمل هايد وخلين نعمل هايد فميشوفها زي الفراشة شايفينها وإلها articulation مع كل مع الفرونتال بون مع الاثمويد بون مع التيمبورال بون مع الاكسبيتال بون فسمناها العظم الوتدية وهي بتشبه الفراشة من هون وقلنا الفراشة هاي إلها شايفين هذا الوينغ هذا الوينغ وهون ليسر وينغ جناح صغير جناح صغير وهذا الجريتر وينغ وهذا الجريتر وينغ وهون البودي وهون فيه إشي اسمه سيلة تورسكة رح نحكي فيها طيب أنا بدي إياكم تنتبهوا على إشي شايفين الوينغ طبعا وكمان قلنا إنه هاي العظمة رح أفرجيكم إياه كيف تشبه الدبور شايفين هيك هاي الدبور هاي عينية وهاي رجلية وهاي أجنحته فإحنا كنا نتفرج عن إنترا كرينيال هيك بالزبط خلاه شايفين مشان بس تنتعرفوا هذا المظهر هاي بتكم تحفظوها وتعرفوها كويس هذا المظهر هو هيه شنو هيه هيك زي الفراشة لما نقلبه نعم تفرج هيك شكله زي الدبور وإلو رجلين وإلو أجنحة شايفين طيب بس مشان نتعرف لحدنا طيب لما نتفرج من فوق من هون نرجع للصورة هاي طبعا عظمة مهمة جدا 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 وسي اسمك بدك تحفظها لأنه بطلع منها الفتحات المهمة لإلنا طب الأسنان طيب أول شي خيننتفرج هيك نحرك 3D ونتفرج وأنا لسا تridgeب بمشرح لكم على البرنامج الأديم في عنا البرنامج الجديد لسا ما شرحناش عليه في عندي حكينا الليسر وينج هايو هايو هذا الليسر وينج وعنا هاي الكريتر وينج لاحظ في فتحة طلع 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 في فتحة في شق شق بين الليسر وينج هايو هاي الكريتر وينج هذا الشق شايفينه هاي هذا الشق هاي الشق هذا لما نطلع عليه من الأوربت شايفينه هذا هو الشق يعني من الأوربت هاي القطعة هي وهاي القطعة هي هي هاي هي وهون وهي كيف عرفنا يا دكتور نطلع من هون مهمة جدا الليسر وينج والجريتر وينج في بناتهم شق فجر هذا الفجر بين اللي فوق وبين اللي تحت هذا الفجر أو فشر بقولوله هو هاي هو السوبيرير سوبيرير أوربتل فشر وفينا تحت سنننفيرير سندرسه سننفيرير أوربتل فشر هاي وفرجتكم في سوبيرير أوربتل فشر في انفيرير أوربتل فشر وفي عندي 소개 ليا الأوبتك قنا ونالكم آخر شيء هilli فأخر أخر شفنا الأوبتك طب الأوبتك وينه هاي شايفينه هاي الأوبتك عندي الليسر وينج هذا الليسر وينج ونحكي هون البدي فهذا الليسر وينج والبدي هاي جزء من هذا البادي هون بين الليسر وينج والبادي ومرات بقوله في الليسر وينج هاي الاوبتك هاي واحد يمين وواحد شمال كم يشوفو طلعو هاي واحد وهاي واحد اوبتك بطلع منو الاوبتك نير نهو الكرانيون نير رقمه احنا نرقم لحد الان مناش نخربط الرقم نعرف مناش نزيد هلا شوي شوي رقم واحد رقم خمسة حكينا تريجي من انتها طباء الاسنان مضبوط احنا الاحساس بالفك العلو وفك السفلي وحوالين العين والعين طيب الفيشل نيرف رقم سبعة اللي بيحرك لعضلات التعبيرية للوجه الهايبو جلوسر نيرف نقم اطنعش شفناه هلا قبل شوي صح اللي هو اللي بيحرك لللسان طيب وعنا هون الاوبتك الفيجر وقلنا الفيجر السوبيري اوربيتال فيشر او فيجر هو بين اللي سر وينج والجريتر وينج طب وين اللي سر وينج هاي اللي سر وينج والجريتر وينج والجريتر وينج هاي 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 الجسر شايفينو الفيجر عندنا واحد هون وعندنا واحد هون خلينا نشوف بالله على البرنامج جديد وين راح هاي البرنامج جديد قلنا نيرو كرينيوم هاي نتفرد شو في عندنا طبعا فيه بايش في عندنا حكينا في عندنا temporal bone وعندنا شايفين الاسفينويد قبل شوية لحكينا عنها هاي لونه أخضر شايفين هون هاي laser wing هاي هاي laser wing وفيها ايش موجودة الاوبتك وهون البودي مضبوط واوبتك كنال وفي عندي superior orbital fischer بين laser wing والgreater wing شايفين هذا greater wing وفي عندنا كمان تحت ايش هاي inferior orbital fischer هون في شق كمان يعني عندي شقين شق superior شق الانفيريور وفي عندي ايش الابتك كنال هاده هون وحكينا greater wing وين فاتح هاي يفاتح لهون صح طب كيف بقدر اشوفه كويس سري دي كمان شايفين لما اقيم هاي هاي حكينا laser wing والgreater wing طب بدا اقيم مش هاني greater wing اتأكد انه هاده هو greater wing باقيم الزيجوماتيك بون هاي طلعوا الزيجوماتيك بون افهمتوا هاي بينات شايفين لما اقيم الزيجوماتيك بون هون اللي مغطية بقدر افهم انه هاي الgreater wing كله كامل فهذا بيكون من جهة الorbit وهذا بيكون من جهة ايش اللاتيرال view of the skull فهذا هو نفسه ايش الgreater wing فاتح لبرة اكسم وهان بيبين من الorbit مغطي عليه ايش هون شايفين مغطي عليه الزيجوماتيك بون من قيم الزيجوماتيك بون هاي بيظلها بتبين اكتر شايفين هاي صارت تبين اكتر اللي هي زي شكل الدبور هايها اوكي كمان مرة هايها فعندي هون في عندي فتحات زي العيون هدول زي يعني معناته انا ما اطلع على الصورة هاي من هون بقدر اقولك انه هذا الاحمر هو والاخضر هذا هو وبين في عنا سوپيرير اوربيتال فجر وعننا هون بين الديسر وينغ والبدي في عنا الابتك كانال هاي اوبتك كانال وهاي اوبتك كانال هاي سوپيرير اوربيتال فجر وهذا عنا الگريتر وينغ بيبين هون من جهة الاربيت ومن هون بيبين من الكسترنال من الاترال view تمام وفي عنا بتري جويد بروسس هذول زي الرجلين النازلين وين بتري جويد بروسس طلع وين هاي هاي واحدة وهاي واحدة بتي خلينا اعمل هايد بتي بس خلينا خلينا نرجع لنسوط سكول كله بس طيب هاي السفينويد بون طبعا في عندي فيديوهات وبشرح سفينويد بون اكتر واكتر كله بتكن ترجع له طبعا هاي بنشرح احنا كمان في عندي اه لو ما تشوف النازل كافيتي من النازل كافيتي المنطقة اللي بعيدة في النازل كافيتي شايفين ها والروف واخر اشي من النازل كافيتي بيكون ايش في عندي سفينويد بون بين شايفين اخر اشي بننازل كافيتي جوا 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 ولما نطلع بدأ فرجيكم شغلة هلا بس نطلع عليها هون في عندي فتحتين هون زي عيون الدبور فوق ولورا ورا اخر اشي طلعوا هاي هاي واحدة وهاي واحدة وهاي واحدة هاد شو جو في عندي فراغ هوا هادة هو الساينس شو اي ساينس قرر نازل ساينس الجيوب اللي حوالين فتحت النازل كافيتي اللي هي سفينويد ساينس سفينويد وهنا درسنا في عندي مكزيلاري ساينس جوا وهذا عندنا سفينويد ساينس لجوا جوا في عندي هون حتى الهوا هون بيدخل في سفينويد ساينس جوا هوا تمام لما ايم الانف يعني بدأ ايم نزل بون هاي هايد وهاي هايد تمام وبدأ ايم المكزيلاري بون وام المكزيلاري بون وتفرج على ها شوفت السفينويد طب أنا لسا مش شايف هون الفتحات هذول الساينس لأن في عندي الاثمويد بون شايفين الاثمويد بون وين طلعوا ها هاد الاثمويد بون ومعاها طبعا معاها لازم مفروض هاي محها كمان هاد الاثمويد بون بالزبط طب هاد شو هو هاي عظم صغير هون في الوال والميدي الوال او اربيت اه فممكن ايمها اه شوين فممكن ايم من الجناب اللا كريم البون ومن الجنب هون اللا كريم البون وبصفي عندي ايش هون هاد الاثمويد بون هاي الاثمويد بون شايفين الاثمويد بون كيف شكلها طيب وين الاسفينойд بون لسه وراها للخلف يعني ازا بائم هاد الاثمويد بون هون في عندي جيوب شايفين في فتحات في ها جيوب الاثمويد بون هون وهون في فتحات هوا لو بائم الاثمويد بون بعمل هات راح يبين معي ايش. الجيوب للسفينويد بون. اطلعوا هلا بس. هلا خلينا نقيم هيك. شوفوا السفينويد بون. هاي السفينويد بون. شايفين? هاي السفينويد بون. حكينا في عنا الالة. ليسر والجريتر او ليسر وينج. هاي الفيجر. وهاي الاوبتك كنال. صح? وهو نفس الشي اوبتك كنال. فيجر. ليسر وينج. من وينج كمان بيبين من الجناب صح? طيب. وعندي هون انا مش شايف الجيوب. ليش? لانه الجيوب كلها بتدخل على بعض. الاثمويد. هاي الاثمويد بون. معج سبتم تاعه. ها هذا الاثمويد بون. بدي اعمله هلا هايد. بدي اشيله. وهلا بيبين معي السفينو. ها شفتوها? هاي الفتحة. هاي الجيوب اخر اشي. اخر الجيوب. فتحات. هوا. بدخل الهوا هون. بدخل في الاثمويد. وبدخل وين كمان? طلا. الهوا. شايف جوا هون? في الفرونتال البون هون. في عندي جيوب كمان. هوا. بدخل من هون. بدخل الهوا لهون. في عندي بين الاوتر كورتكس والانر كورتكس في عندي جيوب. طيب. خلينا نتخيل نتفرج على البرنامج اللي جبناه. وين راح. هاي. خلينا نتفرج على كاميرا. اوكي. هدا. حلو البرنامج. طبعا البرنامج مكتوب بشكل مرتب كل اشي بصراحة يعني. فلما بدأ اتفرج مثلا على السفينويد بون. بك بس على السفينويد بون. اهون. اوكي. ريد مور. اوكي. مثلا ده اتفرج عليه. هيا. شايفينها? هلا اللي شفناها. اللي هي زي الدبور. قلنا الاصفر هذا الليسر وينج. وهذا القريتر وينج. وبناتهم شو حكينا? سو بيرير اوربيتر فجر. مهم جدا. وهون القانال. اللي سر وينج. هاي القانال. بين اللي سر وينج والايش? والبدي. نقول هيك. هاي البدي. شايفينو? اللونه اخضر هادا كله. هو البدي. فبقولك. تقريبا من هاي الجهة ميديا اللي بيكون ايش? البدي. للكاروتيد. للأوبتيك كانال. واللي سر وينج. وفي ناس بقولوا بس باللي سر وينج. ما نوجود. مش قصة. تمام? وفي عنا هذول الرجلين النازليين. تيريجويد بروسيس. تيريجويد. هادا كريتر وينج. ليسر وينج. هادا البدي. والفتحات اللي جوه. شوفناها الفتحات. سفينويد ساينس. جوه. اي في فتحات. في هوا جوه. في غرف فاضية. شايفين غرف الفاضية؟ هاي. غرفة فاضية جوه هون. غرفة فاضية. سفينويد ساينس. طيب. وفي عنا ايش? بتيريجويد بروسيس. اي رجلين. هادا لما اطلع عليه من الانتيري ريفيو. يعني لما اشوف الاوربت. لما اطلع عليه من الانترا كرينيال بكون هيك صح؟ فبنشوف ايش? الليسر وينج. الليسر وينج. جريتر وينج. جريتر وينج. وهذا بسموه. وهذا البدي كله. والبدي شو موجود زواته؟ في اشي اسمه سلة تورسيكا. السرج التوركي. زي السرج هون. زي كان واحد قاعد هون. لو بدي نحط حد صغير هون قاعد. بقعد على هادو المكان. بحط رجل هون. وبحط رجل هون. وبسند على ظهر هاي. اسمها الدور صم هاي. بقعد هون. فهادو المكان وفيه هون فجوة او ديبريشن. مش. حفرة صغيرة فوسة. اسمها هايبوفيزيال فوسة اللي هو بتقعد فيها. بتيوتري جلاند. الغد النخامية بتقعد هون. بتيوتري جلاند. اي. وراح نشوفها. طبعا الجريتر وينج. فيه له فتحات. هاي فتحة كمان وهاي فتحة. وهاي فتحة. تلات فتحات مهمات جدا جدا. طبعا غير الفجر. مهم جدا بين الليسر والجريتر وينج. من الجانب رح يشوفوا هيك. هاي اكسترا كرانيان رح يتبين لدي. صح? من اللاترال بيو من هون ومن هون. طيب. لسه رح نشرح فيه اكتر. سلايد. طيب. اوكي. ماشي. حكينا هادا البلن. وهذا بستيري سيف اوكي مش مهم. هادا الانتيرير سيرفس طيب. ونفيري سيفس مش اصلا. طبعا كل شي مشروح ومكتوب عن كل اشي. طيب. هون لو بدنا نحكي اوكي. طيب خلينا التفصيل هادا الروح فيه بعدين. شوي شوي. احنا ما نبني شوي شوي. فلما اطلعنا من الانتيرير ديو. لما اطلعنا من انترا كرانيال. من جوة. انترا كرانيال. شفنا هاي الفراشي. هاي الدبور ها. الدبورة منطلع انتيرير. فراشي هاي. حكينا انه هادا ايش. هادا المخي. على إيش مطل؟ على البرين هذا على البرين مطل صح؟ لأن البرين قاعد هون مزبوط فاسموه سيريبرا اللي هي سيريبرا يعني المخ المخي سيريبرا وليس سيريبيلر سيريبيلر مخيخي بكون وراء عند الأوكسبيتر فهذا مطل السيرفيس السطح هذا مطل على إيش؟ هذا اللي نحن نحكي عن البرين هذا مطل على الدماغ بس من قدام وين مطل هذا؟ الوينج نفسه هذا مطل على الأوربيتال سيرفيس صح؟ على الأوربيت أوكي؟ وهذا بيجي على المكزيل اللي بعدين نشرحه هذا على الأوربيت لأنه من جوه من قدام الأوربيت هيني بقدر أشوفه هذا هون نحن نحكي عن هاي شايفينا؟ هاي أوربيتال سيرفيس السطح الحجاجي وهي إيش؟ وهذا سيريبيلر هايو سيريبرال سيرفيس السطح اللي حالاً هذا بس هو نفسه وينج ها؟ وينج فعله سطحين الوينج سيريبرال ووينج ايش؟ أوربيتال حد بنددل نقول كمان كمان بطلق برد طيب طيب شو عندي كمان سلايد نتفرج شايفينا قداش شوه مرتب هذا البرنامج طيب هذا مناش نخربطكم هون وهي الفتحات رح نشرح كل الفتحات اللي فيه بعدين شوي شوية شان نبني شوي شوي وكله مشروح بشكل رائع بصراحة نبارعنا مضيت هطولي له وتفرج وقديش هو عجبني هذا البرنامج برنامج رائع جداً فهون احنا سننعرف ايش الابتك كنال صح؟ وسننعرف ايش بين والليسر وينج واللي في عندي الفيجر هاي لونه احمر سوبيريور اوربيتال فيشر او فيجر اوكي هاي الفتحة عندي هون وعندي هون وهذا وهذا طبعاً لتحت طيب لحد الان اوكي لحد الان وفيه شايفين الرجلين هون اوكي دعني شو شو اسمه هادا كله كله عبعضه اسمه نعم هادا كله هذا اسمه هايو تريغويت بروسس أو سفينويد بوان بروسس نتوء او بروز عظمي كبير ومهم جداً اسمه تريغويت بروسس اللي هو رجلين ايش هاي الدبور هاي عينيان عينين الدبور هدول ايش حكينا جوه في عندي كافيتي اللي هو اير كافيتي يعني ساينس سفينويد الساينس وفي عندي ليسر وينج ليسر وينج وعننا بين اللي سر والجريتر سوكير عند اللي سر في عندي الابتك كنال وابتك كنال ناشي وفي عندي هذا الوينج هذا وهذا مطلع الاربت طيب في عندي ابتريغويت بروسس وبتريغويت بروسس خلينا نتفرج عليهم كمان من هاي المكان طلعوا الابتريغويت بروسس كيف بيكون طلعوا بس خلينا الام الام الليجامينت مش عارف ليش حاطيني الليجامينت هون من اولها بدايقني نكبس عليهم بعد نعمل هايد بعد نرجع من الام وهذا وهذا كمان الام وهذا سبحت نرجع خلينا اعطيكم هذا البرنامج اه اوكي هاي وكمان مرة بقدر فتحها من هون بعرفها هاي طلعوا خلاص صرنا نعرف احنا اه فيجر اوبتك اوبتك اه هاي ايه ببين اكستنالي ببين ببين من شايفين هدول اللي تحت هاي هدول اللي تحت هاي نزلوا هاد هو ايش طبعا هاد جو سلة تورسية سرج توركي جو موجود جو انترا كرانيال اوكي طيب هادا اكسترا كرانيال بيكون اللي هو بتريقويد بروسسس وهذا بتريقويد بروسسس في عنا تنين اللي بتريقويد بروسسس شو بيكون ورا ايش خلينا الايميل خلي مشان اشوفه كويس هايد وبنرجع هاي شايفين هاي بتريقويد بروسسس بيني كويس لو بتلاحظوا انه هو جاي على طول وعامل ارتيكوليشن هون مع مين هاي العظم شو سمع شايفين المكزلة وحكينا المكزلة طبعا نضع الاسنان فك السفلي حكي اخت كله عبدنا اوبا نعم بدون هاي خايف خايف هاي المكزلة هاي المكزلة حكينا في عنا right معزلة وعنا left معزلة مضبوط وحكينا هاي المنطقة الخلفية اسمها tuberosity مضبوط هاي tuberosity شايفين ها طلع عليها هاي هاي هوا المنطقة الخلفية هاي شو اسمها tuberosity شايفين هاي الوزدم توث هاي السوكت او الالفيولاي هذا الوزدم توث هذا كله اللي اخضر شو اسمه الفيولار بروسس مضبوط هذا الاخضر الفيولار بروسس درسنا هون عنا منطقة الخلفية tuberosity فهي ايش tuberosity ومع البستير الوال of the sinus هون في عندي sinus جوه جيوب فالوال الخلفي للسينوس هون بيكون عامل articulation يعني ملاصق الو electoryoid بروسسس فاهمين من هون ان هذا اشي مهم جدا اشي مهم جدا مستقبلا راح يطلع من هون ينزل نير وينزل هون يدخل هون ورح نخضروا هذا النير فهذا اشي مهم جدا فهذا البتيريجويد بروسس البتيريجويد بروسس والبتيريجويد بروسس في بينه وبين ايش في articulation او في junction في اصال بينه وبين المكزلة ولاحظوا نتبهوا على شغلة واحدة طول عمرك هاي لانه هاي راح نموت واحنا نشرح فيها شايفين هون في فراغ هون في دخلة هون هذا جوه بين البتيريجويد او بين وبين المكزلة هون في عندي فوسة فجوة او جوه او جورة بس مش مثقوبة فوقوب كامل يعني هاي الجورة اللي هون اه هي مهمة جدا جدا ورح ندرسها هون ورح ندرسها في الكمان في الانستيزيا اسمها بتيريجو بالاتاين فوسة احفظوها بتيريجو بالاتاين فوسة هاي الجورة راح نسميكم إياها من يوم وطالع راح نسميها إلها كلمة المغارة الصغيرة وبعدين راح نشرح لكم كيف هي مغارة صغيرة وكيف وإيش ورح نشرحها وجاهي كمان نحكي عنها هاي بتيريجو بالاتاين فوسة جوة المغارة الصغيرة هلا مش موضوعنا مش مشكلة بس احنا نعرف انه هاي شايفين كيف الارتيكوليشن مع المكزلة هاي لفت مكزلة وكيف تيجا عليها بتيريجو بروسس اليمين والرايت اللي نازل من السفينويد بون لاحظ انه في إلها ايش هاي بلايت صفيحة شايفين صفيحة صفيحة وهاي بلايت صفيحة التانية شايفين صفيحة بلايت وهالكم صفيحة صفيحة هاد اللي بلايت هيدا ديروا بالكم احفظوا هاد اللي هو اقرب عالميد لين بيستقنس بالوسط اسمه ميديل انسي ميديل بلايت ميديل بتيريجويد بلايت اما اللي طال على برة اللي هي اللاتيرال ابعد من الميديل سموها اللاتيرال بتيريجويد بلايت هاي اللاتيرال بتيريجويد بلايت شايفين ها فعندي ميديل بتيريجويد بلايت لاتيرال بتيريجويد بلايت صفيحة اما كله شو اسمه تيريجويد بروسس تيريجويد هذا كمان نفس الشي عندي وعندي خلينا نشوفهم زي ما انتوا شايفين هاي من منطقة الخلفية كنا نتفرج عليه قبل شوي هيك كنا نتفرج فعرفنا انه هذا هذا اسمه وعنده وعنده الأخضر lateral plate وهي ميدل هذا مرنامج ممتاز شايفين نفس الشي هون عندنا وفي بناتهم بين البلايتي هاي والبلايتي هاي في عنا اشي هيك ندور هون اسمها نوتش تتذكروا مانديبلر نوتش نوتش عامل هيك صح مانديبلر نوتش هذا شايفين هاي الشكل هدا هذا النوتش مزبوط ها نفس الشي بش به الشكل اه هيك نوتش شو اسمه بتيريكويد على اسم ايش على اسم البروتسس ففي عندي ميديل بتيريكويد لاترال بتيريكويد بلايت طبعا بلايت بلايت وبناتهم في ايش تيريكويد نوتش وبعدين أجزاء الثاني لقدام راح نشرحها أكثر والفتحات بس انا بديكم شوي شوي نبني معلومات مرة واحدة فارجيكم كل الفتحات هون وهون وهون راح يضيعوه مش راح تعرفوه في فتحات كتير شايفينها طيب والفتحات الناس انا نعرفها الاوبتك هاي من الانتيري البيو هذا الاوربتال سيرفيس السطح الحجاجي للعين وهذا عندنا الاوبتك وعارفينوا انه اخر المخروط اخر الاوربت بيكون هذا صح وفي عنا سوبيل الاوربتال فجر بين والجريتر وينج اوكي في عنا السيرف للجريتر وينج في عنا سيرفس اوربتال سيرفيس وفي عنا سيرفيس اكستيرنال اللي هو برا وفي عنا سيرفيس ايش سيريبرال دماغي لانه من جو الكرينيال كافيتي فلازم تفكر فيه وتفهمها 3D الاوبتك كانال هاي هون هون ما دخلو وما اخرجو من هون على الاوربت اوكي كانال اش كانال كانال اوبتك كانال طيب اوكي شايفين كيف سيك التمبرال بون اوكي ماشي وهون طبعا المكتوب كل اشي ومشروح بشكل مرتب جدا هاي التمبرال بون حكينا فيه ويناش نزيد شوي هلا خليه لبعدين بس نروح الاثمويد بون عشان ما ضلش معانا وقت بدي اياكم تفهموا شو الاثمويد بون لانه هلا اه طيب الاثمويد اثمويد اثمويد بون هاي انسيكلوبيديا مناش طيب طيب اوكي هاي الصور مناش ري دي شايفين كل اشي مشروح كل اشي هاي اصعب من اصعب العظام بس هون ممتاز انه احنا لكي انه في عنا خلي نتفرج نرجع الهون بس نطلع كيف الاثمويد بون موجودة لان احنا عملنا فرونتال و برايتال و برايتال اوكسيبيتال تيمبارال سفينويد بون سفينويد بون ظل عندي واحدة بس هي اللي ضلت في النيوروكرانيوم اللي هي جوه هاي طلعوا هاي 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 اثمويد بون احنا منعرف معلومات لحد الان من الاثمويد انه في عندي الو لالاثمويد بون هاي شايف الاثمويد بون قطعة ولو نطلع عليها لحال هاي 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 بالزبط هاي هاي هيك شكل هاي مح ايش مح مح خلاص الصفيحة العمودية بيربينديكولر ليش هاي بتعمل هاي هي هاي دير بالك مش ملونينها هون مفروض هاي 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 بتساعد على تنصيف النيزل كافيتي لانو النيزل كافيتي اللي نصين وفي اشي بنصفه اللي بنصفه ثلاث اشياء اشي اسمه فومر ورا هاي فومر هذا الفومر هذا وال البربينديكولر بلايت وراح نيجي عليه هذا ما تخافوش البربينديكولر بلايت أوف إثمويد بون اللي إثمويد بون بيربينديكولر بلايت هاي وفي عندي كارتليج كمان هون غضروف رح ييجي مستقبلا مع الانف وبسكر هاي الفجو هاي فبيعمل تنصيف الكارتليج فبيعمل لي السيبتم وكلمة السيبتم هو هي الوتيرة الحاجزة الحجاز الحاجز بين الرايت والليفت البربينديكولر بلايت اللي هي هاي 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 بخلي نقيم للإثمويد بون طبعا هاي هاي داخلة محة مش عارف ليش ملونينها بدون هاي هاي البربينديكولر بلايت أوف إثمويد بون شايفينها هاي البربينديكولر بتساعد على تنصيف الألف هذا واحد هذا من أجزاء الإثمويد شايفين كيف الإثمويد هاي الإثمويد طيب من فوق شو من فوق شايف من فوق هذا انترا كرينيال سيرفس السيرفس تاع ايش تاع الكرينيم يعني اللي هو كريبريفورم بلايت تذكروها و كريستا قالي هاي من الإيم البرايتل والبرايتل نعمل هاي 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 فإحنا ما نقدر نتفرج على الضبط هاي الاثمويد بون كاملة شايفينها كيف كاملة هاي كاملة طلعوا طلعوا داخلة بلايش داخلة بالفرونت البون يعني فيه عندي فرونت البون هاي القطعة العظم كلها في لها نوت هيك فاتحة نوت وبيدخل فيها الاثمويد البون الجزء العلوي هو الجزء اللي دخل في الكرينيال كابيتي وبساعد على الانتيريار كرينيال فوصة رح نترح انتيريار كرينيال فوصة ميدل كرينيال فوصة الدرجات مزبوط البستيريال الكرينيال فوصة قلنا درج منزل درج من هون لهون ومن هون لهون طيب هذا الاثمويد بون قلنا انه هون بقعد ايش في مثقبة زي ما انتم شايفينها هي مثقبة بقعد الانفاكتور نير مشان ينزل على وين على الاثمويد بون هون وصير الروف نازل كابيتي شايفين انه الروف شايفينه كبير الروف هو اثمويد بون تمام طيب لما نحكي دكتور شو في بعد الاثمويد بعد الاثمويد الجوة جوة البستيريال اللي يعني وسوبيريار في عنا ايش الاسفينويد بون تذكروا تذكروا السفينويد بون هيا هون شايفين وراها ورا الاثمويد بون في عندي السفينويد في العيون هون مضبوط اللي هما ايش السينوس والاثمويد بون نفسه في الو ايش في الو سينوس هون في سينوس جيوب هوائية رح نجعلها أكتر نشرح في الاثمويد بون لسه رح نشرح أكتر طيب أنا اللي بفهم وفي عندي من الوربت السطح من الاثمويد بون مبين orbital surface السطح الوربتي السطح الحجاجي السطح الحجاجي يعني عندي وجهين ولما اطلع على 3D هلأ اطلع الاثمويد بون لحاله اطلع له هاي هاي اطلع الاثمويد بون perpendicular وهذا عندي اسمه surface orbital plates أو orbital surface أو orbital plate وهذا orbital surface أو orbital plate مظموط على الوربت هاي مطلع الوين الاحمر جو الالف بعملي سبتم بنصف لي هو مساعدة اشياء تاني بنصف لي nasal cavity طيب هذا اللابيرينت وهذا اللابيرينت هذا اللابيرينت شو معنى فيه جيور هذا فيه الجيور هاي فجوات طلعوا جوات فجوات وحنا قلنا نهي عظم عظم اسمها العظم الغربالي أو نصف مسفوي غربالي خفيف خفيف كلها هو جو طيب هذا اللابيرينت ايو وهو اللابيرينت فيه الجيور طيب وفيه عندي اشي تاني الكونكا فيه وكونكا بيعمل ميدل وبيعمل سوبيرير كونكا وهي محارة الأنف بس الكونكا خلينا نحكي عنها بعدين مش ها ما نخربط شوي 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 شو بهمني كمان بالاثمويد الاثمويد بهمني انها تطلع من فوق بيبين عندي الكريبري فورم بليت صح والايش والكريستقال العرف الديكي هذا معناته السطح ايش الكرينيل اللي هو هايو شفتو هايو بينا هاي هذا وهذا كلهم هذا هذا كيف بتبين من الانترا كرينيل وانا ما نطلع على البرنامج اللي لسه ما احنا ما شانا فيه كويس بدر اشوف مثلا الصورة هاي شايفين كيف الكرينيل كابتين مقصوص ومنطلع عليه من ولما قيم صورة اللي تحت بس قيمت جزء لأ 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 موجودة لما قيمت الاش الزيجوماتيك وجزء من شفت كيف قاعدة وهي الجيوب اللي جو الانف كيف الانف كيف هاد تاي الناش نغرب بالزبط هيك شكلها هاي من فوق سوبيريار هاي كريبرفون بليت تمام هاي سيبتم هاي بنصف هاي اللابريد فيه واحدة ثري دي احسن ورح نشرح نمشي اكتر بعدين هاي أجزاءها هذا المطل على الكريني وهذا الابريد والابريد فيه السيرفس اللي بروح على الأوربت هاي والابريد كله هاي فجوات واحد هنا فيه ثلاث فجوات فيه يعني فيه سينس جوه من هون ومن هون وفي عندي بالنص اللي هو ايش البربيندي كور اللي بتنص فيها وفي عندي هون تحت إشي اسمه كونكا محار محار بعدين بنحكي فيه هيك بالزبط نتفرج هون كريستا قالي وهون كريبرفون بليت هدا السطح وين الكرينيال أما هون خلاص بفصل عن النيزل كابيتي هون صرنا في النيزل كابيتي هاد السبتم بنص في النيزل كابيتي وهاي الممرات اللي هون ممرات الميتس اللي بالأنف ممرات الأنف رح نحكي فيهم هون عندي أوربيتال بليت أو أوربيتال سيرفيس أوربيتال سيرفيس عندي بيربينديكولار بليت اللي بتنصف الأنف وعندي هون اللابيرينت هذا اللابيرينت اللابيرينت اللي فيها جيوب مخزة في جيوب جوه في جيوب هوائية هاي شايفين كل الأسماء طيب بدنا نتخيل هلا فكل اشي كل اشي هون مشروح كل العظام طبعا كل اشي بنقدر احنا ايش هون بالبرنامج هذا كل اشي بنقدر نفتح ونحرك ونعمل مفهمين كيف علي ونبدأ نتفرج على الفيديو ونتفرج على كل العظام من هالدول شايفين شايفينه طيب النيورو وليورو الليل وليورو كرانيام هاي النيورو كرانيام ولاحظ انه هون صار في هون هذا الليل بيين بتري ومنقدر نعمل ثري دي ونتفرج كيف النيورو كرانيوم لاحظ انه النيورو كرانيوم هاي السفينويد بون مبين هادا هادا الفرنطال بون هون الكريتر وينج هون الليسر وينج تمام نفس اللون ليش نفس اللون انا نحن نحكي عن نيورو كرانيوم ليسر وينج كريتر وينج سوبييرل اوربيتال فيشر اوبتيك هادا السيرفيز تاع الاسمويد بون اللي هي اوربيتال سيرفيز عملوه في نفس اللون هادا مش بلون الفيشال بون لانو الاسمويد تعتبر لانها مطلة على الكرانيال كافيتي تعتبر ايش اذا اطلع مع هادا اطلعي مش مشكلة طيب اوكي وفي عنا هايش انا بنطلع على الاسمويد بون كمان من جوة النيزر كافيتي من فوق من تحت لون هو تاني هادا فيشال بونز اما من فوق الاسمويد هو عبارة عن ايش عن كرانيال بونز فلونها بنفس اللونها طيب لما نطلع من خلف لاحظ انه البتيريجويد بليتز بتيريجويد بروسيس وهي المكزيلة شايفين المكزيلة لون فيشال بون اما هادي لونها ايش سفينويد فهي تاب على الكرانيال شايفين هاي بتيريجويد بروسيس وهي بتخيلو وحكينا بين البتيريجويد بروسيس هاي ها بمكزيلة في عندي في جورة هاي المغارة اللي صاري شايفينها هاي مهمة جدا اسما بتيريجو بلتين فوستة ولم نطلع هاي وفي بناتهم راح يكون ايش هاي ها اللي هي Foramen Stylo Mastoid Foramen External Acoustic Metas Mandibular Poster هاي الArch اللي هي مكون من Two processes هاي temporal bone Squamous part هاي المastoid part وهاي styloid process أوس Mastoid process Styloid process الأكسبيطal bone في عنا المagnوم وفي عنا Condeloid هاي condeloid condeloid من جوة لازم يكون عندي شايفين كيف هيا هاي اسم هاي Hypoglossal Nail Canal بدخل القناة من هون وبطلع من وين من الانتيرير من مكان هذا مشان يروح على اللسان ففي عنا برامج أكثر من برنامج ونقدر ندرس عليهم كويس ونقدر نشوف كل إشي تمام ونسى هذا البرنامج اللي جديد نزلته طبعا أنا بدأ حاول أمشي على البرنامج اللي جديد أكتر ليش لأنه في عندي فيديوهات كتير على البرامج اللي قبل وممكن أنت بتتفرج من برنامج لبرنامج وتعيد المحاضرات لما نطلع على 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 النيوروكرينيوم هذا بنشوف النيوروكرينيوم شايفين والحاله بدون البيسيراكرينيوم يعني هذا شايفين بتيري شايفين الاثمويد انتبهن الاثمويد شايفين والسفينويد هذا هون النيوروكرينيوم طيب يعطيكم ألف عافية عشان المحاضرة خلصت في حدا عنده أي أسئلة يعطيك العافية دكتور كل شي تمام مفهوم الإشي ولا صعب عليكم بس نعمتش صغيرة شغلة الشيكان اسمه سر فوق ما فيش تعامشهم بشعبة الايش 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 علي اش سامع والله صوتك كمان مرة علي انا شكلي مش موصل كويس كمان مرة اه احكي ايش هلو هيك صوت كويس احكي شو سرج السرج دكتور السرج السرج اه السرج اه اوكي سلة تورسيكا اوكي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة